اتجه الهلال بعد رفض ليون الميس الانضمام إلى صفوفه إلى خيار البرازيل نيمار دا سيلفا جونيور والذي تم عرض راتب سنوي عليه يتراوح بين 200 و250 مليون يورو للانضمام إلى الزعيم وسط ترحيب من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بالتخلي عنه ولكن فجر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول مفاجأة بشأن مستقبل نيمار مع عالم الساحرة المستديرة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر وقال الإعلامي نيمار إلى ميام مع ميسي وذلك في إشارة إلى رفض البرازيلي الانتقال إلى الزعيم في المركاتو الصيفي الحالي اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 35 سنة فضل الانتقال إلى انتر ميام الأمريكي عن عرض الهلال التاريخي الذي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد لارتداء قميص الزعيم الهلالي والجدير بالذكر أن نيمار قال في الساعات الماضية أن العديد من النجوم العالميين سينتقلون إلى الدور الأمريكي بعد تعاقد انتر ميامي مع ليون الميسي حيث يرتبط الثنائي بعلاقة صداقة وطيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر